بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الفيديو الجديد والذي يتعلقنا طبعا بالدرس الثالث من مكون تاريخ المرجع المفيد في الاجتماعيات طبعا القسم الخامس دائم إذن عنوان الدرس المغرم ما قبل التاريخ الإنسان ونمط عيشه نعم ومهده لتعلوماتي أو أهداف تعلوماتي أتعرف بقايا إنسان مغرب ما قبل التاريخ أصف نمط عيش إنسان مغرب ما قبل التاريخ أدرس نماذج من الفن الصخري رسوم نقوش لإنسان مغرب ما قبل التاريخ أمهد لتعلوماتي عاش الإنسان بالمغرب حقبة طويلة من الزمن تعد بآلاف السنين وعرفت حياته عدة تحولات فما هي مواقع اكتشاف إنسان بقايا مغرب ما قبل التاريخ؟ كيف كان ما تعيشه في ذلك الزمن البعيد؟ وما هي بعض النماذج من مخلفاته في مجال الفن الصخري؟ طبعا رسوم ونقوش إذن نبدأ طبعا الأنشطة أول حاجة النشطة الأول تقول لنا أتعرف بقايا إنسان مغرب ما قبل التاريخ نقرأ الوثيقة الأولى قال الأستاذ عبد الواحد بن نصر الذي أشرف على الحفريات التي أدت إلى اكتشاف بقايا عظام الإنسان العاقل إلى اكتشاف بقايا عظام الإنسان العاقل يرجع تاريخها إلى حوالي 300 ألف سنة حوالي 300 ألف سنة قبل الحاضر بموقع طبعا جبل إغودا بإقليم يوسفية إذن بموقع جبل إغودا بإقليم يوسفية إن هذا اكتشاف يشكل إنجازا علميا كبيرا يشكل إنجازا علميا طبعا كبيرا لاحظوا الخريطة إذن لفهم الخريطة أول حاجة العنوان بعد المواقع الأثرية المغرب بعض المواقع الأثرية المغرب هالمفتاح هذا موقع إغود الأثاري هذا الشكل هو هذا هو ثم مواقع بقايا بشرية بقايا بشرية طبعا أيها تقريبا في المغرب كامل مرحلة القنص إذن مرحلة القنص والالتقاط ثم عدنا مرحلة أخرى مرحلة الرأي والزراعة والاستعمال المعادن عدنا مرحلة القنص والالتقاط مرحلة الرأي والزراعة والسعمال المهادين ثم رسوم على الصخور رسوم على الصخور إذن هالخريطة وهالنص سنرى طبعا هذه الأسئلة نعم أقرأ النص الوثيقة واحد هو هذا والخريطة والألاحظ الصور الوثيقة ثلاثة نعم الوثيقة ثلاثة سنرىها جمجمة إنسان مغرم قبل التاريخ من جانبين الموقع الأثاري طبعا إغودا المغرب إذن هذه الجمجمة التي عطر عليها طبعا في جبل إغودا أستخلص من النص ما تم اكتشافه من لقاء في حفريات الموقع الأثاري إذن ما هي طبعا ما تم اكتشافه من لقاء في حفريات الموقع الأثاري طبعا بإغودا وأحدد موقعه على الخريطة إذن تم اكتشاف بقايا إذا اكتشاف بقايا عظم إنسان العاقل وطبعاً على الخريطة في اليوسفية إقليم اليوسفية إذا هذا هو الموقع هنا أصدق الجميل الخريطة المرحلتين التي مرت منهما حياة إنسان المغرب من قبل الطاريخ مرحلتين أساسيتين نقوم بمعجم ثم مرحلة القنص والالتقاط ثم مرحلة الرأي والزراعة والاستعمال المعادن سنرى أهمية الزراعة واستعمال المعادن ثم مرحلة الرأي والزراعة والاستعمال المعادن جيد هنا قالوا لنا أعرف بإغوضا الحفريات اللقاء من المعجم طبعا أذن بمعجمي نخدم هنا إغوضا موقع أثاري جبالي يوجد على بعد 65 كم من مدينة يوسفية اكتشفت فيه ماذا لقاء بقايا إنسان مغرب ما قبل التاريخ والحفريات أمليات الحفر والتنقيب في الآثار القديمة المدفونة تحت الأرض ويقوم بها علماء الآثار ثم اللقاء بقايا آثار قديمة أدوات عظام نقوش مباني مطمورة طبعا مكتشفة في المواقع الآثارية نعم إذن هل طبعا الإجابة الأسئلة مكتوبة تم اكتشف بقايا عظام إنسان في موقع جبال إغوضا الذي يوجد بقايا عظام إنسان هذا هو اللي تم اكتشف ليه له والمكان هو جبال إغوضا يوجد بإقليم يوسفية المرحلتين عندما مرحلتين اللتين مرت منه حياة إنسان مغرب ما قلت له مرحلة القنص والاتقاد ثم مرحلة الرأي والزراعة والسعمال المعادن مرحلة القنص والاتقاد ثم مرحلة الرأي والزراعة والسعمال المعادن هالتعارفة هي اللي قلناها قبيلة موجودة طبعا في أنمي معجمي هوا إغوضا هالحفريات ثم هاللقا هذا طبعا نمر إلى النشاط الثاني والهدف منه أصفنا ما تعيش إنسان مغرب ما قبل التاريخ لاحظوا أبنائي الوثقة أربعة عندنا ألف هنا صيد الماموث وهو طبعا عبارة عن فيالة منقرضة هو صيد الماموث ثم هنا صيد الأسماك لاحظوا طريقة صيد الأسماك ثم صنع لباس من الجلد طبعا جلد الحيوانات التي يصطادونها ثم أن الإنسان البداي سكن الكهوف ساكن الكهوف إذن قالوا لنا هنا ألاحظوا الصورتين ثم أصف ما تمثله كل صورة وصفنا ما تمثله كل صورة نعم حتى قلنا صيد الماموثة الفيالة المنقرضة صيد الأسماك ثم صنع اللباس من الجلد الحيوانات التي يصطادها ثم أن الإنسان البداي سكن الكهوف أسمي أنواع الأدوات والمادة الأولية التي صنعت منها كل أدات هذه الأدوات التي كان يستعمل نعم فنرى هنا أليف هذا السكين حجري لاحظوا سكين حجري هذا كشطة حجرية ليش عن نار جيم لدينا قاطعة حجرية من الحجر ثم ذال هذا خطاف عظمي ثم رمح حجرية هذه رمح عبارة عن رمح حجرية إذن أسمي أنواع الأدوات والمادة الأولية التي صنعت منها إذن المادة التي صنعت منها هي الأحجار الحجارة نعم فهي مادة حجرية نعم ثم أستخلص ونمطعيش إنسان ما قبل التاريخ في مرحلة قنص يعني قمنا بتسجيله نعم 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 عرف الإنسان حياة بدون استقرار حيث اعتمد فقط على القنص والالتقاط وطبعا سكن الكهوف سكن الكهوف سنرى الإجابة التي لدينا هنا قلنا أنواع الأدوات سكين حجاري كالشاطة قلنا هذا والمادة الأولية هي الأحجار صنعت من الحجارة نعم تتعيش إنسان ما قبل التاريخ تمييزا بعدم الاستقرار بالتنقل بالترحال بحثا عن ما قوتي هنا جاعدنا أتعرف مرحلة الزراعة وتجيل الحيوانات هذه مرحلة كانت مهمة مرحلة الزراعة التي عرفت الاستقرار وتجيل الحيوانات نعم تجاوز إنسان العصر الحجري مرحلة العيش البدائي إلى اكتشاف طريقة زرع النباتات ورعايتها وبظهور الزراعة أصبح الإنسان مستقرا أهم حاجة مستقرا وفي حاجة للعناية بحقوله طبعا وحيواناته نعم إذن هذه بعض الأشرة تقوم بها في قرية من العصر الحجري طبعا الحديث طبعا بناء الأكواخ صنع ذلك الأواني من الخازاف طبعا تجيل الحيوانات نراحل الأبقار الأغنام الكلاب والدجاج إذن أبناء الأعزاء للإجابة على الأسئلة هذه أستخدموا من النص مرحلتين مرت منهم حياة الإنسان مرحلة مهمة هي مرحلة العيش البدائي وطبعا اللي قلنا فيها مرحلة العيش البدائي التي تميز بالالتقاط والقنص والصيد ومرحلة ظهور الزراعة أو اكتشاف طريقة الزراعة النباتية طبعا هي مرحلة الاستقرار إذن مرحلة العيش البداية تم مرحلة الاستقرار التي تميز بظهور الزراعة أبين من خلال الوثيقة السبعة هذه سنراها أنواع الأنشطة السكر القرية طبعا إذن أسمي الحيوانات التي تجنوها إذن الأنشطة كان هنا البناء الزراعة جمال حطاب صناعة الأوانيم الخازاف تجيل الحيوانات والحيوانات عندنا الأبقار عندنا الأغنام التي تم تجنوها ثم كذلك الكلاب وكذلك الدجاج نعم أبين الصغير التي تطول على حياة الإنسان مرغم إذن عرفت حياة الإنسان طبعا نوعا من الاستقرار ها هي طبعا ما دلناها ها هي هذه إذن كانت المراحل اللي قالونا في الأول مرحلة العيش البداية عدم الاستقرار مرحلة الاستقرار ظهور طبعا الزراعة وتجيل الحيوانات الأنشطة التي تناولها السكان هذا عندنا الفلاحة هي جمال حطاب غيرات تجيل الحيوانات قلنا جمال حطاب صنع الأدوات الأواني الخزافية وبناء الأكواخ إذن انتقل الإنسان من مرحلة العيش أو السكن في الكهوف إلى مرحلة السكن في الأكواخ قلنا الأنشطة التطور الذي طرأ على حياة إنسان مغرب ما قبل ته إشنا هو انتقل من الحياة البداية التي تعتمد على الصيد والقنص والالتقاط طبعا وتميز بعدم الاستقرار يعني من مرحلة عدم الاستقرار إلى مرحلة الاستقرار بظهور طبعا الزراعة وتجين بعض الحيوانات هنا عدنا اكتشفوا مرحلة استخدام معادن لاحظونا اكتشف الإنسان البداي المعادن واستخدم منها النحاس الأحمر لكن هذا المعادن خيب آماله بسبب طراوته فمزجه بالقصدير للصنع سبيك برونزية وأحسن استخدام البرونز نعم هذه الطريقة التي تستعملها طبعا يقوم بصهر النحاس الأحمر ومزجه بالقصدير ووضعه في قوالب لصنع الأدوات التي يحتاجها من سيوف وثكاك وخناجر سنرى ذلك أقرأ السخرج من النص النوع المعادن الذي استخدمه الإنسان البداي وأعرفه من المعجب إذن هو النحاس الأحمر لكن مزجه بالقصدير في أصلاح برونز إذن المعادن هو البرونز التعليف ذياله البرونز سنرى التعليف ذياله لعدنا سنرى التعليف أصف طريقة صناعة المعادن في الوثقة واحد إذن الطريقة قلنا هي أنه يستعمل قوالب لصول الآلات فيضع النحاس الأحمر منصهرا ومزجه بالقصدير للحصول على الأدوات التي يحتاجها سنرى الإجابة يعدنا يتم الطريقة قلنا يتم مزج النحاس الأحمر مع القصدير وذلك بصهره ووضعه في القوالب لصنع الأدوات من السكاكين الخناصي إذن التطور الذي حصل في حيث الإنسان قبل التاريخ انتقل من مرحلة الصيد والقنص والتقاط وسكن الكهوف إلى مرحلة أخرى التي انتقل له هي مرحلة الزراعة إلى مرحلة الزراعة وتجيل بعض الحيوانات وسكن الأكواغ ثم إلى مرحلة واستعمال المعادن والصنع الأدوات إذن مرحلة الصيد القنص ثم مرحلة زراعة وتجيل الحيوانات والاستعمال المعادن والاستعمال المعادن لصنع الأدوات أدرس نمادج من الفن الصغير صورة من نقوش لإنسان مغرم قبل التاريخ لاحظوا الوثيقة عشران هذا نقش صخري أمازيغي في جبل ياغور الأطلس الكبير هذا نقش على الصخور وهنا اكتشافات أثرية أمازيغية بشمال إفريقيا حروف تيفينال هذه الحروف أمازيغية تيفينال هنا ألاحظوا الصورة الوثيقة عشر ثم أسمي اكتشافات هذا اكتشاف الأول هو نقش صخري أمازيغي اكتشاف ثاني هو اكتشاف حروف تيفينال اكتشاف حروف تيفينال الأمازيغ أصف ما تعبر عنه كل واحد منهما طبعا هذه آثار مادية طبعا تابتة وهذه آثار مادية طبعا موت نا قيل طبعا هنا أستخص القيمة التاريخية لهذه اللقاء طبعا فهذه اللقاء بوأت المغرب مكانة مرموقة طبعا خاصة في المجل اللي هو العلمي سنرى إجابة دينا اللقاء كانت هنا التعاريف اغوضا لا أعتادر أن أعرف ما يلي اغوضا نعم اغوضا والحفريات والبرونز أصف مظاهر حياة إنسان ما قبل التاريخ في المرحلة البدائية من حيث نمط دينا وبيل المراحل التي مرى منها حياة إنسان ما قبل التاريخ سنرى ذلك إذا تعارف اغوضا موقع أثاري جبلي جدع على بعد خمسة وتسين كيلومتر من مدينة يوسفية منطقة إقليم يوسفية اكتشفت فيه لقاء بقايا بقايا إنسان ما قبل التاريخ التي اكتشفت فيه لقاء بقايا إنسان ما قبل التاريخ الحفريات عمليات الحافر التنقيف في الآثار القديمة المدفونة تحت الأرض وطبعا اللي يقوم بها علماء الآثار البرونز قلنا هو اسم يطلق على سبائك النحاس المعدينية ولكن الممزوجة بمعدين ماشي معظم بمعدني القذير هنا تطور عرفت حياة إنسان مغرب ما قبل التاريخ في مرحلة البدائية بعدم الاستقرار والاعتماد على الصيد والقنص والاتقاد وتكن الكهوف وكانت ملابسه من جلود الحيوانات التي كان يصطادها إذن هذه مرحلة البدائية لإنسان مغرب ما قبل التاريخ والمراحل التي مر منها حياة مغرب مرحلة القنص والاتقاد ومرحلة والاتقاد ومرحلة الرأي والزراعة والسعمال المعادن إذن هذه هي أهم ما كان في الدرس ترقبوا الدرس الثاني ديالجغرافية عم قريب